السلام عليكم مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى حلقة جديدة من أوراق تركيا تركيا واليونان وجولة حوارات جديدة ماذا يعني ذلك؟ ما هي أبعاد هذه الحوارات؟ التفصيل التقني والفني لدي الحوارات ثم تداية سياسية على ملفات الخلفية بين تركيا واليونان هذه جملة المواضيع سننقشها اليوم في حلقتنا من أوراق تركيا فهلا بكم نراحب بضيفنا دكتور سعيد حاجة البحث متخصف شأن تركيا أهلا بك دكتور سعيد أهلا وسهلا أستاذ محمد أنا شخصيا والعديد من المتابعين كان ممكن يحصل نوع من الخلط أو عدم فهم ماذا تعني حوارات استكشافية أو لقاة استكشافية ولقاة تقنية فنية معك ممكن نفهم ونزيل هذا السؤال وصيح الحقيقة لأنه خلال الأسبوع الماضي أو خلال الفترة الماضية حصل نوعين من اللقاءات بين تركيا واليونان وحصل لغط أو خلط الحقيقة بين الطرفين ولذلك من المفيد للحقيقة أن ألخص سريعا جدا خمس نقاط أساسية تبدو فارقة ومختلفة بين الطرفين هناك لقاة تسمى باللقاءات التقنية وهناك لقاءات استكشافية اللقاءات التقنية تثم على المستوى الفني تفاصيل فنية متعلقة بكيفية التجانب بعضهم وبعض في شرق المتوسط أما اللقاءات الاستكشافية تثم على مستوى السياسي ووزرات الخارجية في كل الطرفين هي التي تقوم بهذه اللقاءات من ناحية أخرى بهذا المعنى فاللقاءات التقنية تسعى لوضع أسس لفض النزاع لعدم احتكاك الأطراف أو دعني أقول السفن اليونانية والتركية في الشرق المتوسط لأن ذلك حصل خلال الأشهر القليلة الماضية بينما اللقاءات الاستكشافية هي سياسية كما قلنا وتسعى لحل الخلاف الأساسي بين الجانبين بمعنى كل طرف يستكشف مواقف الطرف الآخر يرأينا يقف على أي أرضية وبالتالي ما الذي يمكن وكيف يمكن أن تحل المشكلة أو المشاكل والملفات الخلافية العالقة بين البلدين بهذا المعنى فاللقاءات التقنية تتم برعاية حلف شمال الأطلسي هو الذي تدخل باعتبار أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وأيضا اليونان عضو فيه وبالتالي هو الذي توصت لهذا الأمر بينما المحادثات أو اللقاءات الاستكشافية هي محادثات مباشرة تمت سابقا من خلال وزارتين خارجية البلدين توقفت لمدة طويلة جدا لكنها عادت مرة أخرى النقطة الرابعة في الفارق أو الاختلاف بين الطرفين أن هذه اللقاءات التقنية التي تتم على المستوى الفني هي عسكرية بالدرجة الأولى القطع العسكرية كيف لا يمكن أن تحتك ببعضها البعض بينما اللقاءات الاستكشافية هي سياسية بالمقامل الأول لأنها تتم على مستوى وزارتين الخارجية وجوه السياسي لأنها تتحدث على الخلاف حول الحدود والجرف القاري والحدود البحرية وترسيمها وما إلى ذلك أخيرا النقطة الخامسة والأخيرة في الفارق بين هذين الأمرين كما ذكرت أنا قبل قليل خلال شهر أيلول سبتمبر ربما أو كانون أول أكتوبر حصلت بعض الاحتكاكات الميدانية في شرق المتوسط بين قطع عسكرية أو بحرية تركية ويونانية فبدأت بشرة هذه اللقاءات لأنها تريد أن تضع أسس لفض النزاع بين الطرفين بينما اللقاءات الاستكشافية بدأت قبل عقدين البعض يتحدث عن 2002 وبعض يتحدث عن 90 القرن الماضي حتى أجريت عشرات اللقاءات الاستكشافية وتوقفت في عام 2016 قبل خمس سنوات قبل أن تستأنف الآن في عام 2021 مع بدايته وكأننا نتحدث الآن عن نوع من اللقاءات جمعت بين أنقر وأثناء وكأنها مرحلة جديدة على مستوى العلاقات التركية اليونانية تسأل كيف يمكن حل الخلافات الكثيرة والمعقدة والمتداخلة بين الجارتين لدودتين الحوار التركي اليوناني مع هذا التقريص بنعود لمناقش بقية الملفات تعد العلاقات البينية بين الجارتين تركيا واليونان من الأعقد عالميا إذ تمتزج فيها أبعاد تاريخية ودينية وقومية مع أخرى جيوسياسية واقتصادية منذ حوالي قرن من الزمان أي منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة التي لم تسلم لليونان بسيادتها على بعض جزر البحرين المتوسط وإيجا في ستنات وسبعينات القرن الماضي انضمت القضية القبرصية للملفات الخلافية بين الجانبين وما زالت حتى اليوم بلا حل يرضيها وحالفيها المحليين القبارصة الروم والأتراك وبينما كان الجانبان يديران هذه الملفات الخلافية بأدوات تقليدية وتوتر هادئ ينفجر مرة كل عدة سنوات أدت اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض شرق المتوسط إلى تسخين الخلاف بينهما بشكل غير مسبوء فقد مر العام 2020 متوترا وتصعيديا بين الجانبين على صعيد الخطاب والممارسة على حد سواء بما في ذلك منورات عسكرية من الطرفين واحتكاكات بين سفنهما وتسارع أنشطة المسح التركية ومطالبات اليوناني الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات على أنقرة اليوم يجلس الطرفان في محادثات تسمى استكشافية رغم أنهما عقدا منها ستين جولة سابقة على مدى سنوات طويلة كان آخرها عام 2016 ورغم أن رغم الجولة الحادية والستين له دلالاته تماما مثل الانقطاع عن المحادثات لخمس سنوات كاملة إلا أن الكثيرين يرون في الاجتماع رغم كل ذلك إنجازا بحد ذاته ودليلا على أنه ما زال هناك مساحة ممكنة للحل بين الجانبين بعيدا عن التصعيد وسيناريوهات المواجهات العسكرية التي نوقشت كاحتمال ممكن في خريف العام الفائد نظريا ثمت إمكانية لتوصل الجانبين إلى حل يرضي كليهما بوساطة طرف ثالث إلا أن ذلك احتمال بعيد جدا بسبب الهوة الشاسعة بينهما على صعيد الرؤية والمواقف والأولويات وبالتالي فغاية ما تستطيع الوساطة إنجازه هو إجلاسهما على الطاولة كما حصل البارحة يقول مراقبون من جهة أخرى قد تستطيع أنقر وأثنى التوصل لحل ما من خلال التفاوض المباشر وجه لوجه وهو أمر ممكن نظريا باعتبار وجود الآلية وافتراض حضور الرغبة وتمكن كل طرف من عرض ما يريده بوضوح والتفاوض حوله مباشرة إلا أن كثرة الملفات الخلافية وتدخلها وتعقدها يصعب إلى حد كبير من توصلهما إلى حل وسط يحقق الحد الأدنى لكليهما وفق كثيرين ولذا ثم تنطباع سائد بأن التحكم الدولي هو الطريقة التي يمكن فعلا أن تحل المعضلة بين الجارتين اللدودتين كما حصل مع دول أخرى في سوابق تحكمية معروفة لكن هذا المسار يحتاج إلى إرادة واضحة وكذلك إلى إعداد الأرضية المناسبة وهو ما يبدو أن المحادثات الاستكشافية تفعله في الوقت الحاضر وستحاول السير عليه على المدى القريب يقول مراقبون نرحب بضيفينا في السيديو سيد مصطفى أزان المحلل السياسي ونجاد ترحيب الدكتور سيد الحاج البحث متخصص في شائعنا التركي ومعنا عبر سكايت من أثناء دكتور عارف العبيدة دكتور الهم السياسية في جماعة البنديو أهلا بك دكتور عارف أهلا بك طيب أبدأ معك أستاذ مصطفى بعد خمسة سنوات تستأنف الحوارات أو اللقاءات الاستكشافية بين تركيا واليونان ماذا يعني ذلك مع أنها تأخرت لأشهر هذه اللقاءات ولكن في آخر الأمر البارحة كان هناك اللقاء طبعا كانت هناك اهتكام بين تركيا واليونان في الفترات الأخيرة بعد تنقيب طبعا تركيا عن النفط والغاز الطبيب وما إلى ذلك في شرق البحر المتوسط حصل هناك تخصية من الجانبين تركيا أرادت أصلا تهديها على أساس اليونان ليس بمفردها أو اليونان ليس إبارة عن نفسها بل امتدت لبعض مجموات دول الأوروبية أو مجموات دول الاتهد الأوروبية لذلك تركيا تريد تطبيعا كاملا مع دول الاتهد الأوروبية على أساس هناك طبعا دمور اقتصادية أو انهيسار الاقتصادية لذلك تركيا تريد أن تنفتح إلى العالم بأجمعها حتى هناك محاولات للتطبيع مع أرمانية مع إسرائيل مع مصر مع دول الخليجية وغيرها إذن هناك ظروف جديدة أوضاع جديدة تفض على تركيا أن تنفتح أن ترمم جملة هذه العلاقات مع دول الاتهد الأوروبية طبعا علاقاتنا مع عربة حيوية لابد من تطويرها تركيا ربما أهملت بعض الشيء في السنوات الأخيرة شؤون دول الأوروبية تريد عبر اليونان تطبيع هذه العلاقات أيضا كما ذكرت اليونان ليس عبارة عن نفسها بل تمثل مزموعة من الدول بدخل إلى جملة ملفات في أوروبا دكتور سعيد كما أشار أستاذ مصطفى هناك أشياء تغيرت لغة الخطاب أيضا تغيرت في المدة الأخيرة أصبحت أكثر هدوءا واتزانة ومحاولة للبحث عن نقاط الاتقاء من الجانب التركي صحيح وأولا طبعا بعد التحية لك والأستاذ مصطفى والدكتور والمشاهدين أولا فكرة أن المحادثات توقفت في 2016 ثم تبدأ الآن هذه الحقيقة بحد ذاتها دلالة متناقضة من جهة توضح إلى أي مدى متعقد أو معقد هذا الملف إلى أي مدى هناك هو واسع بين رؤية الطرفين خصوصا وأن هذا اللقاء يقال ال61 ويقال ال63 حسب بعض التصنيفات كما ذكرت في بداية الحلقة فهي جولات طويلة جدا الحقيقة من لقاءات يفترض أنها استكشافية أو أولية لكن لم تؤدي إلى نتيجة هذا يعطينا دلالة التعقد الكبير والاختلاف الشديد في الرؤى بين أنقرة وبين أثينا لكن من طرف آخر أن تعقد رغم كل ذلك فهذا أمر أيضا يعطي دلالة التي تفضلت بها حضرتك قبل قليل هناك متغير مهم على مستوى تركيا وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي عن مستوى تركيا دعني أبدأ على الأقل كان واضحا مع نهاية 2020 ثم بعد ذلك تحديدا بعد انتخاب بايدن أن هناك متغير في الخطاب التركي الرسمي هناك حديث أكثر هدوءا هناك هدوء أكثر حكمة هناك حديث عن التعاون والحوار وما إلى ذلك وعودة للعلاقات أو التحالفات التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي حتى مع بعض الحلفاء الأمريكيين في المنطقة هناك كان رسائل إيجابية ولقاءات وما إلى ذلك وبالتالي تحدثنا عن تغير ملموس في السياسة الخارجية التركية خصوصا أن تركيا تقريبا قضت كل 2020 في نزاعات معينة خرطت فيها في ليبيا في القوقاز في سوريا في العراق في غيرها وأيضا شرق المتوسط سيطر ربما على كل السنة توترات وتهديدات بالعقوبات وأنشطة مسح وما إلى ذلك واحتكاكات ميدانية أيضا وفي بعض هذه الملفات تحديدا في ليبيا وفي القوقاز تركيا خرجت منتصرة إنجاز التعبير إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر يعني هي في الطرف الكاسب من المعادلة وبالتالي هي تريد الآن هدوءا أو تهديئة في السياسة الخارجية أولا لكسب وجني ثمار هذه الاختراقات التي حدثت ميدانيا في عدة ملفات ثانيا استعدادا للإدارة الأمريكية المقبلة ثالثا نتجنب أي توتر إضافي مع الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أنه أيضا في أدار مارس المقبل الذي قمسه وتبحث مرة أخرى فكرة العقوبات على تركيا ورابعا وقد يكون ذلك الأهم بالمناسبة لكنه أحيانا لا يجد حظه من النقاش إن تركيا داخليا أيضا محتاجة لجزء من التهديئة في السياسة الخارجية الملف الاقتصادي ملف كورونا حتى الإصلاحات القضائية الانتخابات في 2023 المؤتمر العام للعدلة والتنمية كل هذه السياقات السياسية والاقتصادية الداخلية تحتاج لجو أو مناخ أكثر هدوءا ولذلك بالنسبة لتركيا نعم هناك قرار واضح بالتهديئة أكثر إن كان مع اليونان أو مع الاتحاد الأوروبي طيب دكتور عارف إن كان هناك قرارا تركيا كما قال الدكتور سعيد بالتهديئة وتكون لغة الخطاب متزنة مفتوحة للحوار يبدو أيضا حتى يونانيا كذلك في الفترة الأخيرة بعد النبرة التي كانت فيها التصعيد فيها دعوة لمعاقبة تركيا وعدم باية الأسلحة لها الآن لا النبرة الخطاب فيها دعوة للحوار فيها دعوة للقاء والجلوس ومحاولة البحث ووجود مخارج سياسية للأزمة في تقديرك بل الذي تغير يونانيا أيضا أولا مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة من قبل قناتكم الكريمة وأحيي زملاء الأستاذ مصطفى أسجان والدكتور سعيد الحاج فيما يخص الموقف اليوناني صحيح بأن هناك متغيرات وهذه المتغيرات هي إيجابية بطبيعة الحال ولكن علينا أن نخذ بعين الاعتبار بأن ما حدث في اليونان في فترة العشر سنوات وما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أدى إلى بلورة جديدة في الداخل اليوناني وأدى إلى حاجة اليونان إلى تحالفات مع دول تساعدها في تجاوز الأزمة الاقتصادية ولهذا السبب كانت اليونان لم تعطي أهمية للخلافاتها مع تركيا لأن الأولوية كانت هي لتجنب الاهنهيار الاقتصادي بعد ذلك كما ذكرتم في تقريركم الكريم يعني انقطعت المحادثات بين تركيا واليونان قبل أربع سنوات عندما قامت اليونان باستقبال تسع عساكر متورطين في الانقلاب ومنحتهم اللجوء السياسي والحماية يعني حسب الأصول القانونية الكل يعرف بأن اليونان دولة ديمقراطية ووزارة العدل بشكل عام تعمل بشكل مستقل هذا أثر بشكل سلبي أيضا على العلاقات التركية اليونانية اليوم اليوناني بدأت بتجاوز الأزمة الاقتصادية وتستطيع بسهولة الحصول على الأممال من الأسواق العالمية دون اللجوء إلى أو أن تكون مستثنة من ألمانيا وفرنسا كما كان سابقا هذا أمر إيجابي ثانيا اليوناني كما ذكر الأستاذ مصطفى أزجان لها الآن علاقات انفتاح على دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط لذلك كان من الطبيعي جدا الانطلاق بحوار جدي وفعال مع الحكومة التركية لأن هذا الحوار هو الطريق الوحيد لا يوجد حل آخر الحل الآخر هو بكل صراحة الحرب واليونان لا تريد الحرب ولا حتى تركيا تركيا من خارطة في سوريا من خارطة في ليبيا في ناغورنون كرباخ الأستراتيجية أو الرؤية الأستراتيجية التركية مختلفة تماما عن ما كانت عليها قبل عشرين عام ولذلك تحاول تركيا الآن لملمت الأمور كما تحدث الأستاذ سعيد الحاج وبالمقابل اليونان تريد الخروج بقوة من أزمتها الاقتصادية وتريد استخراج الثروات الطبيعية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وهذا يتطلب موافقة تركية والعكس صحيح كل هذه المقومات بالإضافة إلى مقوم جديد وهو صعود حكومة اليمين في اليونان الذي كان له أثر باعتقاد إيجابي لتأفيتها في محاولة على الأقل هي محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين كل هذه الأمور أوصلت لن يوم إلى الانطلاق في مفاوضات استكشافية استطلاعية التي سترسم مستقبل المفاوضات الرئيسية بين البلدين هو دكتور عارف متزمناً مع هذه المفاوضات أو لقاءات الاستشافية كانت هناك لقاءات فنية أيضاً على مستوى العسكريين والأمنيين صحيح للمنع أي استدام عسكري بين البلدين كون اليونان وتركيا دولتان في حلف الناتو أستاذ مصطفى لقاءات فنية ومحاولة لتجنب أي استدامة أو احتكاك عسكري بعيد الناتو في تقديرك كيف يمكن قراءات مثل هذه المبادرات؟ طبعاً هناك أمور عسكرية كما تفضلت به تركيا تتجانب عصان التهرش عسكرياً مع اليونان وتركيا طبعاً تطالب مطلوب يونانياً نزع أصلها من الجزر القريبة من تركيا لأنها تعتبر تهديث وأيضاً هذا إخلال للتعاوضات السابقة كما حدث أو تم توقيعها في بارس قبل سنوات عديدة إذن هناك خرق بالنسبة للميونان لتعاوضات أو اتفاقيات مبرمة بين الطرفين أصلاً بالإضافة إلى ذلك الميونان تتصلح يوماً بعضاً يوم تستبرد أصلحة من فرنسا وغيرها من البلدان حتى تريد أن تتفوق على تركيا ولكن هذا مستحيل هذا التصلح أكثر من اهتياجاته ولكن لا تلبي حاجاتها للردئة تركيا يعني غير قادر للردئة تركيا مع أنه تتصلح إلى أي حد كان هناك ضائقة اقتصادية سابقاً لذلك تم أصلاً تطوير العلاقات بين تركيا واليونان تركيا أصلاً قدمت مصاعدات إلى اليونان أو كان هناك سياح تقصد بعض الأماكن اليونانية السياحية حتى اليونان تتكسب براء ذلك من تركيا ولكن عندما ننظر إلى اليونان هناك ثقافة عضائية حقيقة للتركيا مثل الأرمن والصرق وغيرها ليس فقط لتركيا ولكن للمسلمين أموماً لذلك تم التطرق لأمور الأسكرية وكذا أمور ثقافية وزير الخارجية التركية لما ألمح شوشوله قالوا هناك إثارة نعارات من قبل بعض قصاوصة اليونانين حتى بطريك اليونان أثار في الأولى الأخيرة قضية الإسلام وقضية المسلمين مهمت سلطان محمد فاعت سلطان محمد وغيرها إذن لديهم خلفية ثقافية مؤادية لتركيا لما هو تركيا لما هو إسلاما ما على سبيل الشديد لذلك لابد من تطوير هذه العلاقات أو لابد من جولات الاستكشافية هناك تطورات جديدة كما أشير من قبل الإخوة مثل على سبيل المثال مجيء ترامب مجيء بايدن بايدن أقرب إلى الموقف اليوناني ودار تركيا ألف تسامية تسوى سبيين ودار إجاويت التقاب إجاويت لإيادة اليوناني إلى جناح حلف شمال أطلاسي هذا تم بعد الإنكلاب العسكري في تركيا إذن هو الإدارة الجديدة من هذا إلى حد ما إلى اليونان هذا ما تعرفه تركيا وكذا هناك أصلا تلويه من أوروبيين لفرض أقوبات اقتصادية ضد تركيا هذا ما يطلبه أيضا سامرس وغيرها من اليونانيين من أساس اليونانيين لذلك تركيا تريد أن تتجنب تستبق الخطوات نعم تستبق الخطوات كما ذكرت نعم طيب الأحداث اختراق ما ولكن دكتور سعيد الجولة 61 أو 63 من الحوارات الاستكشافية قلنا أن تركيا تريد أن تخترق ولكن بعد أكثر من 60 لقاء لم يحصل أي اختراق كيف نقرأ؟ كل هذه اللقاءات لمدة أكثر من 20 سنة تقريبا ولا يوجد تطور في مستوى سياغة علاقة جديدة غير عدائية كما قال سيد مصطفى بين تركيا واليونانيين أنا أعتقد أن العلاقات التركية اليونانية معقدة بشكل كبير جدا من جهة لأن الملفات الخلافية كثيرة نحن الآن نتحدث عن شرق المتوسط والحدود البحرية والجروف القارية وبالتالي ما يتبع ذلك من حقوق في الثروات لكن أيضا هذا منبثق من أمور أخرى مثل القضية القبرصية مثل بحر إيجي مثل أمور أخرى الأمر الثاني العلاقات التاريخية والخلافات السابقة هي تدخل فيها كما ذكر مصطفى قبل قليل عوامل ثقافية معينة يعني الدين والعرق والتاريخ واللغة وما إلى ذلك يعني بشكل كبير جدا يعني وكأن الدولتين متخاصمتان على طول المدى وبالتالي الأمر هذا معقد ومعقد جدا خصوصا أن القضية القبرصية التي هي أيضا أحد أهم للخلافات بين الطرفين لم تحل حتى اللحظة رغم مبادرات الاتحاد الأوروبي وخطة عنان والتصويت وما إلى ذلك وحتى لاحقا ضم الاتحاد الأوروبي قبرص اليوناني وما إلى ذلك لم نجد حتى اللحظة أي خطوة حقيقية باتجاه الحال في القضية القبرصية وهذا ربما يحتاج نقاش أيضا خلال الحلقة لكن فكرة الاستكشاف تقوم على مبدأ أنه نحن كأتراك وكيونانيين نريد حلا سياسيا لمجمل الخلافات وخصوصا لموضوع ترسيم الحدود البحرية أنا كتركي أقول رأيي أنت كيونان تقولين رأيك ثم نستكشف أراء بعضنا البعض على أي أرضية نقيف ثم نحاول أن ننسج جسورا بينية حلولا وسطا أين يمكن أن نقدم أنا تنازل أين يمكن أن تقدم أنت تنازل حتى اللحظة بالمناسبة البنية أو الفورمات كما يقال لهذه اللقاءات لا يعلن عنها شيء كثير حتى اللقاءات البارح لم يعلن عن مخرجات معينة هي اللقاءات حوارية أكثر منها سوف تخرج مخرجات ما فكرة أنه 61 أو 63 لقاء أنه منذ عشرات السنين منذ عقدين على الأقل تقام هذه بحد ذاتها مؤشر على مدى تعقد الأوضاع بين الطرفين لكن على الأقل أنا أعتقد في الخلفية خلف الأبواب المغلقة أنقرة وأيثناء الطرفان يدركان أنه لا يمكن لهما أن يحصلوا على الحد الأقصى من ما تطلبان به تحديدا بالمناسبة السردية اليونانية أنه هي تريد تنصيف الحدود البحرية بين الدولة مثل تركيا على البر الرئيس دولة إقليمية كبيرة لها الساحل الأكبر على المتوسط مع جزر صغيرة تابعة للسيادة اليونانية هذا أمر غير منطق والسوابق التحكيمية الدولية لا تقول بذلك وهي بالتالي تدرك أنه بغض نظر عن مسارات الحال تفاوض واشر أو بوساطات أو تحتين دولة أنه لا يمكن لها أن تحصل على كل ما تريد وبالتالي هنا أهمية هذه اللقاءات الاستكشافية لكن إذا كان سوف تستمر بهذه الطريقة البروتوكولية دلو أن يحدث أي اختراق أنا أعتقد أنها لم تكن مفيدة فائدتها هنا من وجهة نظري على الأقل أنها أقيمت أنها أجريت يعني بعد ما كنا في شهر تسعة كنا نتحدث عن احتمالات الصدام العسكري رغم أني أذكر في هذا البرنامج الكريم نفيته بالمطلق كثيرون كانوا يتحدثون عن حرب وشيكة وكنا نقول لا يمكن أن تحدث حرب بهذه الطريقة إلا إذا كانت بخطأ غير محسوب لاحقا انتقل الأمر من الصدامات العسكرية للحديث عن العقوبات والتهديد والضغوط وما إلى ذلك الآن نتحدث عن الحوار والجلوس إلى نفس الطاولة أن كان على المستوى التقنية وعلى المستوى السياسي أنا أعتقد أن هذا اختراق مهم على صعيد تركيا وعلى صعيد اليونان والاتحاد الأوروبي وانظر حتى للتصريحات الأوروبية والتصريحات التركية تركيا تقول أن ما كان في أوروبا وأريد أن أبني مستقبلي مع أوروبا الاتحاد الأوروبي قال أن هذه خطوات إيجابية ومهمة كون اللقاء أجرى في إسطنبول واللقاءات المقبلة أعلن أنها ستكون في أثينا هذا أمر أعتقد أنه مهم ومهم جدا إن هذا الاختراق بهذه الدرجة إجراء اللقاء بحد ذاته أنا أعتقد أنه تقدم مهم جدا لكن لا ينبغي بالضرورة في عصف كثيرا بتوقع مخرجات مهمة أو ملموسة طيب قبل أن نذب مع دكتور عارف أيضا لاستكشاف النقاط الخلافية ووجهة نظر اليونان في ذلك نستعرض مع بعض أهم الملفات الخلافية بين تركيا واليونان اشتركوا في القناة دكتور عارف هذه جملة ملفات خلافية مسألة الجزر مسألة نزع السلاح أيضا القضية القبروسية يعني جملة ملفات خلافية من الحوار معك ننتقل إلى هذه الملفات في تقديرك لماذا مثلا اليونان ترفض وترسل إشارات بأن مسألة نقاش ترسيم الحدود البحرية والجزر ونزع السلاح هذه مسألة ترفض أن تناقشها وتطرحها على طاوة الحوار لماذا؟ اليونان تحدد جددها السياسية طبعا حسب مصالحها القومية كما تقوم كل بلد كما تقوم تركيا أو مصر أو أي بلد في العالم بالنسبة لليونان يعني مسألة مثلا عسكرت الجزر تعتبره الآن مسألة سيادة وطنية بالمقابل هناك أخطار جديدة لا تتعلق بالدولة التركية بالضرورة ولكن تتعلق مثلا بظاهرة الإرهاب وظاهرة داعش الذي بدأ يعني غزة تقريبا أوروبا وضرب محلات عديدة في أوروبا كما ضرب إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وغير ذلك واليونان دولة بكل صراحة متخوفة بشكل كبير من هذا العنصر الإسلامي المتشدد هناك نقطة فقط أود أن أتطرق عليها الأستاذ مصطفى عن الخلفية الثقافية الموجودة في اليونان هذه الخلفية الثقافية أو يعني اتجاه تركيا مبررة بسبب وجود يعني الوجود التاريخي للدولة العثمانية في اليونان هذا الوجود الذي تجاوز 400 عام ارتكبت خلاله عدة أخطاء أنا لا أقول بأن هذه الفترة كلها كانت أخطاء لا ولكن أخطاء محددة حاول يعني العديد باليونان حتى استغلال هذه الأخطاء وما زالت مقررة بالبرنامج التربوي اليوناني هذا صحيح بالمقابل فيما يخص الخلافات التي ذكرتموها في تقريركم حدثت اختراقات عديدة من دول يعني متعددة وأذكرها في التحديد لملف الخلافات التركية اليونانية يعني هناك مثلا دولة الإمارات العربية هناك مثلا إسرائيل التي تعتبر تركيا دولة منافسة لها في منطقة الشرق الأوسط وتحاول إسرائيل الحفاظ على يعني زعامة هذه المنطقة بينما تركيا دولة اقتصادية وعسكرية ناهضة وبقوة ومن الخطأ طبعا تجاهز أو تجاهل هذا الدور التركي في المنطقة من قبل الأطراف الأخرى بالإضافة إلى ذلك هناك التدخل الفرنسي بقوة في ملف الخلافات التركية اليونانية واستغلال هذه الخلافات من أجل بيع اليونان أسلحة ربما تجاوت أو تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار في اليونان التي ما زالت تعاني نسبيا من أزمة اقتصادية وأعتبر أن هذا استغلال فرنسي لليونان من أجل بيع الأسلحة بالمقابل فيما يخص ملف الحدود البحرية أنا متفائل جدا بهذه المفاوضات التي حدثت البارحة أو انطلقت في إسطنبول ولكن مفتاح الحل يقمن في التالي تركيا لا تعترف بأن جميع الجزر اليونانية لها منطقة اقتصادية خالصة أو مياه إقليمية اليونان تقول جميع الجزر اليوناني الصغيرة والكبيرة يحق لها حسب القانون الدولي باعتقاد حتى الموقف التركي والموقف اليوناني من الصعب تطبيقه عمليا على الأرض وإذا اتخذنا على سبيل المثال الاتفاقية المصرية وهي سر أو لغز نجاح العلاقات التركية اليونانية المصرية اليونانية لأن اليونان قدمت تنازلات على جزيرة مثل رودوس قبلت بمنطقة اقتصادية خالصة لا تتجاوز الـ 45% بينما كانت تطالب اليونان 100% تركيا تقول صفر لمنطقة اقتصادية اليونان تقول 100% إذن الحل هو الحل الوسط وهذه الاتفاقية باعتقالي ستكون المسودة الرئيسية لحل الخلافات التركية اليونانية لأنه لا يمكن لجزر كبيرة مثل جزيرة كريت جزيرة رودوس جزيرة بيتليني أن لا يكون لها منطقة اقتصادية وهي يصل أحيانا جزيرة عدد سكان كريت إلى مليون نسمة فإذن باعتقاده من الخطأ التجاوز أو عدم يعطاء هذه الجزر حقها بالمقابل على اليونان أن تضع بحد اعتبارها بأنها جزر صغيرة مثل كاستلوريس لا يمكن أن تحرم تركيا من مدخل أو من حصة في منطقة شرق الوحرى أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جزء الثاني من حلقة اليوم من أوراق تركيا العلاقات التركية اليونانية مستقبل هذه العلاقات بعد الجولة الواحد والستين من الحوارات الاستكشافية بين تركيا واليونان التي عقدت جولة لها وجلسة لها أمس بمدينة إسطنبول التركية نجد الترحيب بذيوفنا نسيد مصطفى وجانا المحلل السياسي دكتور سعيد حاج البحث متخصص في الشأن التركي وعبر اسكايب من أثناء دكتور عارف لعبيد دكتور علوم السياسي بين جامعة البنديو تحية لكل الضيوف الكرام وأبدأ معك أستاذ مصطفى تعليقا على ما قاله الدكتور عارف حول الحدود البحرية والسقف العالي لكل دولة فيما يخص استحققات كل جزيرة مطالبات تركيا ومطالبات الوينان في تقديرك هل هناك منطقة وسط تحرك فيها؟ والله طبعا هناك معايير عالمية بالنسبة للتحديد طبعا الملاحة الدولية أو الجارف القاري ومع إلى ذلك ولكن هل هذا ينطبق على بحر إيجا؟ تركيا تشك أو ترفض ذلك على أساس بحر إيجا هناك جزر كثيرة تمتد حتى إلى مناطق تركيا أو قريب من تركيا عندما تطبق المعايير العالمية في هذه البحر مع بحر إيجا طبعا تركيا تنعزل عن بحر إيجا لا تستطيع أن تستعمل بحر إيجا مثلا بالقياس مع بوسفور بوسفور كان منضم تراب دولة تركيا ليس كذلك نعم فردت على تركيا شروط معينة تركيا لا تستطيع أن تمتلك البوسفور يعني هناك اتفاقية اتفاقية تنص على أن تركيا لا تستطيع أن تتدخل يعني في طبعا مرور السفن كبيرة وكثيرة حتى عندما نكون يعني خسما مع روسيا يعني معدون مع روسيا لا نستطيع توقف سفن روسية لعابرة إلى بحر إيجا وما إلى ذلك وروسيا أيضا مشتكة من محاولات اليونانية لتمتيت طبعا جرف القاري وما إلى ذلك لأنها تمنع سفنها أن تعبروا عن هذه البحر عن بحر إيجا إلى مناطق أخرى أو إلى البحر الأبيض المتوسط وما إلى ذلك إذن هناك يعني ظروف إثنائية بالنسبة لوضع بحر إيجا تركيا لذلك ترفض أن تمت اليونان من جرف القاري لجزر اليونانية يعني هذا نقطة إخلاف مهمة أو مركزية بين اليونان وتركيا لأن في هذه الحالة اليونان تحاصر تركيا ولا تستطيع تركيا إطلالة على بحر إيجا ولا البحر الأبيض المتوسط في هذه الحالة إذن هناك إستثناء هناك ظروف إستثنائية بالنسبة لبحر إيجا والجزر الواقع في هذه البحر طيب دكتور سعيد دائما تبقى القضية القبرسية هي الحاضر الغائب في أي حديث عن العلاقة التركية اليونانية هي غير موجودة على الأجندة المعلنة على اللقاءة ولكن أكيد مبثوثة في كل الملفات في تقديرك بأي تجاه تذهب المقاربات في التعاطي مع هذه القضية من الجانب التركي وصحيح تعمل حقيقة هي غائبة لكنها حاضرة أولا لأنها ملف كبير على مستوى العلاقات التركية اليونانية الدولتان راعيتان لما يفترض أنه اتفاق حل معين بخصوص القضية القبرسية اثنين مؤخرا بالمناسبة تغير الموقف التركي نسبيا أو التصريحات التي صدرت عن تركيا وعن قبرس التركية أيضا بأنه يمكن أن يتم الحديث عن حل دولتين وليس حل توحيد الجزيرة أعتقد أنه متأثر إلى حد كبير جدا بالخلافات الأخيرة حول وضوع الملف الغاز بمعنى إذا ما كان سيكون هناك حل لتوحيد الجزيرة وأغلب الظن أن تكون قيادة هذا المسال سيكون بمحل فدرالي أو شكل من أشكال الوحدة لكن في نهاية المطاف سوف تتملك القوارس اليونانيون ومن خلفهم اليونان سوف يملكون الحصة الأكبر من القرار دعني أقول فهذا سيؤثر على الاتفاقات مع تركيا وحقوق تركيا في المسيح والتنقيب وما إلى ذلك أعتقد أن جزءا غير بسيط مما أدى لقرار دعاق القرار لتوجه تركيا لأن يتم الحديث عن حل الدولتين دولة في الشمال للقبارس الأفراق ودولة في الجنوب للقبارس اليونانيين هو أنه سوف يتيح لتركيا أن تقوم باتفاقات منفردة بشكل وباشر مع جمهورية القبرص التركية وبالتالي هذا سوف يعطيها مساحات أكبر ربما في موضوع الحدود البحرية المناطق الاقتصادية الخالصة للجرف القاري وبالتالي المسيح والتنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي هذا أمر له الآن بعد استراتيجي مرتبط بأمن الطاقة ومرتبط بهذه الخلافات ولذلك أعتقد أن هذا متغير مهم غير بسيط في نظرة تركيا وبالمناسبة القيادة القبرصية التركية المنتخبة أخيرا هي أقرب لهذا التوجه على عكس ربما القيادة السابقة أو بعض المنافسين لها الذين هم أقرب لتوحيد الجزيرة وبالمناسبة أيضا فكرة توحيد الجزيرة هي رفضت من القبارس اليونانيين خطة أو مقترح حكو في عنان كان يجري استطلاع وكان هناك جزرة أوروبية دعني أقول من الاتحاد الأوروبي أن يجري الاستطلاع توحد الجزيرة وتأخذ كما هي عضوا في الاتحاد الأوروبي وعلى هذا الأساس أيضا وعدت تركيا بالاتجاه الآخر بهذا الأمر وإن لم تخني الذاكرة في 2004 تم الاستطلاع الرأي أغلبية القبارس الأطراق قالوا نعم لوحدة الجزيرة أغلبية القبارس اليوناني قالوا لا لتوحيد الجزيرة بقيت الجزيرة مقسمة لكن الجزء اليوناني أخذ على أنه قبرص وأصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وأصبح يملك حق النقد والفيتو لمنع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان وبعض الأطراف الأخرى هذا من هذه الزاوية ومن زاوية المناطق الاقتصادية الخالصة أو الجهورة القرية بشكل مجازة نقول الحدود البحرية بين الطرفين هذا أصبحت القضية القبرصية موجودة بشكل كبير جدا ربما هي جل ما يمكن أن يتحدث حوله في اللقاءة الاستكشافية صحيح أنه وفق الأجندة المعنية ليست موجودة هناك حديث فقط عن تقسيم الحدود وتركيا كانت تريد ربما موضوع تسليح الجزر من عدم أنه هذا أنقرة تقول أنه أثينا خلت بهذا التعهد أو بهذه الاتفاقات ويفترض بالجزر أن تكون خالية تماما من مظاهر عسكرية لكن حصل في بعض الجزر وتحديدا كاسف للجزر ربما وبعض الجزر الأخرى أنه حدثت مظاهر عسكرة أو تسليح أو مسلحون كانوا من الجيش على هذه الجزر لكن القضية القبرصية موجودة بطبيعة الحال وأنا أعتقد أنه إذا صدق تفاول الدكتور العبيد في موضوع اللقاءات الاستكشافية هذه إن كان الآن أو لاحقا مستقبلا وأصبح هناك حلول وسط يمكن للطرفين أن يتحدثوا حولها أنا أعتقد أن القضية القبرصية بالتأكيد ستكون موجودة وقد تتأثر إيجاما بهذا الجو إذا كانت اليونان والقبرصية غير مستعدين لفكرة التوحيد وإذا كانت تركيا وقلصة تركيا أن تتحدث عن حل الدولتين ربما يدفع بهذا الاتجاه بطريقة أو بأخرى نرى كيف سيدفع أن أحمل هذا التصول لدكتور عارف يعني دكتور عارف ذكرت مثلا مهمة جدا أيضا هي تتقاطع ما قاله دكتور سعيد حول الحلول الوسط أنت ذكرت بأن هناك اتفاق مرجعي ما حصل بين اليونان ومصر وبأن التنازلات والبحث عن نقاط التقاة وتوسيع النقاط مهم جدا لتجاوز الخلافات هل ممكن هذه النسخة المصرية يصبح سيناريو تركي يوناني في جملة الملفات منها الملف القبرصي أو ترسيم الحدود البحرية والجزر وهل يونان مهيئة هل العقل السياسي في اليونان مهيئة للذهاب خطوة إلى الأمام ومدلت نحو تركيا أولا العقل السياسي في اليونان مهيئة ولكن الرأي العام اليوناني غير مهيئة يجب أن نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار لأن أي اتفاقية باعتقادي ستطرح على الرأي العام اليوناني لذلك يجب أن العمل ليس من اليوم منذ البارحة على هذا لتهيئة الرأي العام اليوناني ثانيا لكي لا نقترب نقطة لكي لا تحدث نفس الأخطاء عندما حدثت عام 2004 عندما رفض القبارص اليونان خطة كوفي عنان لو تقبلوا بخطة كوفي عنان لكانت قد حلت القضية القبرصية هناك أنا أقول دائما فيما يخص الحدود البحرية اليونانية باعتقاد الاتفاقية الجزئية هي ليست اتفاقية كلية المصرية اليونانية ستكون مرجعا لحل الخلافات التركية اليونانية هذه النقطة ثانيا اسمح لي بأن أتطرق قليلا على القضية القبرصية القضية القبرصية يعني لا نستطيع أن يعني سعيح بنا تركيا مثلا دخلت عسكريا عام 1974 إلى قبرص ولكن الحكومة الجديدة أو الحزب الحاكم في تركيا حاول عديدا لحل القضية القبرصية كما ذكرت لكم وذكرت زميلي الأستاذ سعيد لخطة عنان 2004 التي رفضت من القبارص اليونان ولكن بنفس الوقت نفس الخطة بعد مفاوضات عديدة بمشاركة الحكومة التركية رفضت الحكومة اليونانية القبرصية اتفاق كران منتانا وهذا كان خطأ استرديجي كبير يعني يحسب على الحكومة القبرصية على الرغم على الرغم من أن القبرص هي دولة مستقلة إلا يعني استفردت في هذا القرار ورفضت هذه الخطة لذلك يعني أحيانا مبررة باعتقادي الموقف التركي الذهاب على حل اتحادي كون الحكومة القبرصية ترفض للمرة الثانية لذلك هذه المباحدات التي ستنطلق من جديد باعتقادي يعني في المستقبل الخريب من أجل أيضا القضية القبرصية ستكون يعني آخر فرصة لإيجاد حل يضمن وحدة الجزيرة القبرصية لا يمكن للقبارس اليونان أن يرفضوا الخطط بدون تقديم حدود بليلة بما يرضي الطرف الآخر ولذلك يعني طبق القضية القبرصية ركن أساسي من أركان الخلاف التركي اليوناني إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية كما ذكرت لكم بحيث الاتفاق المصري اليوناني سيكون مرجع للحل المستقبلي ممكن الخلاف حول البسرة القبرصية أم الخلافات في هذه العلاقات التركية اليونانية أستاذ مصطفى يعني في حال أن هذا الحوار المباشر استطاع أن تكون له خطوات إيجابية وكان هناك رغبة من الطرفين لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حلول في تقديلك ماذا ستقدم تركيا لليونان والله أصلا تركيا ترى أنها متضررة من طبعا سياسة التوسع اليونانية تركيا تقدم ملفات اقتصادية بالنسبة اليونان يعني سيكون هناك تفاعل اقتصادي بين طرفين تركيا تقدم اقتصاديا أشياء كثيرة بالنسبة لمصالح اليونانية ولكن بالنسبة لوضع في البحر إيجاب ليس هناك ما تقدمه تركيا بل تراجع أو تنازل اليونان ليس تنازل اليونان تراجع عما أقتمته في الأونية الأخيرة من الإدعات أو الدعوات لتمديد جرف القاري هناك كذا بالنسبة لكبرس يمكن أن يتوصل الطرفان إلى حل الموسط ولكن لابد أن يكون هناك شرط مسبق هذا شرط استعداد الثقة هناك عدم الثقة أصلا بين الطرفين إنما نقارن بين أساسا الأتراك بين أساسا اليونانيين يونانيون سياسيين اليونانيون أقرب إلى الرادикاليين يعني موقفهم رادикالي تجاه تركيا على سبيل المسال كان رادикاليا دائما ضد تركيا أزال كان يقدم دائما أوراق يعني يمدل يد بالنسبة لليونان ولكن هو كان يرفض تلك اليد من أزال أزال كان يرى لا بد أن يكون هناك نبدأ من الهوارات من الأمور البسيطة حتى نصل إلى أمور معقدة معقدة أنت تتحدث عن أندرياس بابندريو رئيس الحكومة الوزراء اليوناني السابق نعم نعم صحيح صحيح يعني خطوة خطوة ولكن الطرف الثاني يعني لم يريد التطبيع مع تركيا هناك أصلا استهلاك داخلي بالنسبة للسياسيين اليونانيين يعني مسألة قضية تركيا استهلاك داخلي هم يتنافسون فيما بينهم بسبب تركيا بسبب تركيا أو تركيا تكون قضية فيما بينهم وليس استهلاك داخليين أيضا المسألة اليونانية الخلاف مع اليوناني في تركيا لا أعتقد ذلك أحيانا طبعا إلى حد ما مثلا إنما نأخذ بعين الإتبار الجريدة سلجو كيف تتحاجم على الهكومة تتحاجم من قبل اليونان يكونون هم يتنازلون ضد لسالح اليونان في بعض القضايا عالقة بين الطرفين إذن هنا أيضا يوجد استهلاك داخلي ولكن إلى حد ما ليس كما في اليونان يونان المجتمع منحاز أيضا ضد تركيا لابد تليين أصلا مشاعر اليونانيين تجاه تركيا يعني أتراك ربما لدى بعض قوميين قوميين لديهم نظرة سلبية تجاه اليونان ولكن اليونان برمتهم وفي أخرى هم سلبية تجاه تركيا على كل دكتور سعيد هل توجد مقاربات واضحة لها معالم واضحة مقاربات تركيا أقصد لحل جملة هذه الخلافات مع اليونان وأيضا هل تركيا تتعاطى ملف ملف أم حزمة واحدة يوف أولا أنا أعتقد أن هناك إرادة حقيقية لدى تركيا بحل هذا الأمر يعني لسابة على الأقل أولا أنه أصبح ملف ضاغط عليها وتلويه بعقوبات وما إلى ذلك وتركيا تريد أن تتحرر من هذه الضغوطات لأنه عندها أولويات أخرى كما ذكرنا اثنين أنه تركيا باتت تدرك أنها لا تستطيع أن تستمر في المسح والتنقيب وما إلى ذلك بدون مشاكل كبيرة إلا أن تحل أين مصالحي وأين مصالحك أين حدودي وأين حدودك مع اليونان وبالتالي هناك رغبة حقيقية لدى تركيا بالحل لكن ليس على قاعدة أن تسلم بالسردية اليونانية وأنا أريد أن أؤكد على فكرة التي ذكرها دكتور العبيد وهي مهمة جدا اتفاقية اليونانية المصرية التي سميت اتفاقية جزئية أولا هي اتفاقية أولية والثانيا اليونان لأول مرة تراجعت عن سرديتها بأنها تريد حقوقا كاملا للجزر حتى الجزر الصغيرة بالاتفاق مع مصر تخلت عن هذه السردية عندما رضيت بحقوق جزئية لبعض الجزر هذا قرئ في أنقرة على أنه مصلحة تركية وأنها تعد السردية السابقة قائمة لا يمكن لك كيونان أن تأتي مع مصر تقوم باتفاق على أساس حقوق جزئية لبعض الجزر ثم تأتي معاً لتركيا وتتعنت وتريد من حقوقك الكاملة حتى للمناطق الصخرية أو قطع صخرية صغيرة يعني هذا الاتفاق ورط اليونان لا يمي ورطها نعتقد أنه كان مبنياً على مصلحة استراتيجية وعلى قراءة استراتيجية تركيا اليونان بغض النظر الآن هي تمارس ضغوطاً على تركيا نعم بشكل باشر تعليل سقف في الخطاب هذا جزء من التفاوض مفهوم حتى فكرة أنه نحن نذهب للحوار مع تركيا لكن ليس على أساس الانتقاص من السيادة هذا مفهوم ضمن الاستهلاك الداخل وتطمين الرأي العام ولكن أيضاً هو ضغوط على تركيا ورفع سقف تفاوض لكن في النهاية المطاف الطرفان يدركان أنه لا يمكن أن تكون أي صيغة نهائية للحل مطابقة تماماً للسردية التركية ولا مطابقة تماماً للسردية اليونانية أقول أكثر من ذلك سوابق التحكيم التي حصلت ما بين مثلاً فرنسا وبريطانيا بين ليبيا ومالطا ما بين ليمن وأرتيريا وغيرها كلها أتت على مبدأ المنطق والإنصاف في التوزيع وليس على ممتع التنصيف الذي تريده اليونان ولذلك تركيا مطمئنة أكثر دعني أقول لفكرة محكمة العدل الدولي أو التحكيم الدولي أنا أعتقد أن اليونان حاولت قدر جهدها من خلال التسلح أكثر والتخندق من موقف اتحاد أوروبي من موقف الفرنسي وغير ذلك وتحاول الضغط على تركيا وأعتقد أن من مصلحتها أكثر أن تصل لحل ما وسط من خلال التفاوض المباشر أما فكرة المحكمة الدولية بالتأكيد سوف تأتي بحل إذا كان هناك حل عن طريق المحكمة العدل وقبله الطرفان سيكون بعيدة تماماً عن السردية اليونانية أقرب للسردية التركية التي هي تريدها جملة أخيرة اعتقد أن الرؤية التركية واضحة في تصريحات الساس الأتراك وعلى رأسهم أردوان بأنه هناك رغبة في أن يكون هناك إنصاف أو منطق في التوزيع وليس فقط على مستوى التركي اليوناني وإنما كل الأطراف المطلة على شرق المتوسط ومن هنا أتت فكرة المؤتمر الدولي الذي يدعوها أردوان ولم تستجب له حتى اللحظة أثيرا طيب أنا أختم معك دكتور عارف حتى في دقيقة دعا رئيس الحكومة اليوناني ذهب إلى التحكيم هذا ممكن التحكيم لا يخدم ستكون قرارات التحكيم الدولي ليست في صالح تركيا وما تتصوره تركيا على الأقل وتأثير كل هذه المناخات على العلقات التركية اليونانية ومستقبلها أيضا اسمح لي فقط نقطة مهمة جدا أؤكد مما قاله الأستاذ مصطفى بأن هناك مجموعات في اليونان ولكن تتأثر من العالم الخارجي وتحاول جعل البحر إيجا هو خط فاصل بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي وحتى إصرار اليونان يعني هو إصرار خارجي من هذه المجموعات المتطرفة للتأثير على الوضع في بحر إيجا وقلبي إلى بحيرة يونانية على الرغم من أن بحر إيجا وأكبر بكثير من تركيا ومن اليونان لأن لا روسيا ولا أوروبا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق على منح حرية الملاحة الدولية في بحر إيجا المفاوضات هي الأساس التي ستقطع الطريق على جميع الدول التي تتدخل في ملف المفاوضات التركية اليونانية وهناك الآن رأي حاسم من رئيس الوزراء اليوناني أسيد كوستاندينوس ميتسو تاكيس على اللجوء إلى المحكمة الدولية لإنهاء هذا النزاع التاريخي الحدودي البحري بين تركيا واليونان يعني من يحكم في اليونان الآن هو رئيس الوزراء الحالي كونها حكومة يمينية وتتفهم أكثر من حكومات اليسار في اليونان الوضع المتأزم بين تركيا واليونان طيب دكتور عارف هل تتوقع سيكون العقد القادم يعني هذه العشرية هادئة بين تركيا واليونان أستاذ الكريم أنا من أصول عربية صار لي 30 سنة باليونان يعني متفائل جدا بهذا الانفتاح وأنا متأكد ولكن على الحكومة التركية استيعاب الحالة اليونانية لأن تركيا الآن قم قلت لكم دولة لديها استراتيجية وعليها استيعاب بأي طريقة ما الحالة اليونانية وتفاهم ما يحدث باليونان لأن أحيانا التدخلات الخارجية وما يحدث في اليونان يؤثر بشكل كبير على هذه الخلافات ونقطة أخيرة اليونان تخلصت من الملك الأوروبي عام 1974 يعني منذ استقلالها حتى 1974 كان هناك ملك أوروبي وليس يوناني وكانوا ينظرون إلى اليونان على أنها مستعمرة أوروبية وليست كبلد مستقل طيب دكتور سعيد العلاقات التركية اليونانية كيف ستتأثر بكل هذه المناخات وباختصار باختصار شديد هي أساسا دخلت في مرحلة جديدة لم نعد نتحدث عن الضغوطات والعقوبات رغم أنه ما زالت نظريا موجودة على جدوى القمة أذار مارس المقبلة لكن أعتقد أنه أولا التصريحات الإيجابية من الطرفين وثانيا اللقاءات والحملة الدبلوماسية التي أقابت بها تركيا من خلال وزير الخارجية وحتى اللقاءات فيديو كونفرنس لأردوان مع كثير من مسؤولين الاتحاد الأوروبي وثالثا هذه اللقاءات الاستكشافية كلها تؤدي إلى مسار أنه الآن هناك متغير عملي سوف ينزع فتير فكرة العقوبات والتهديد وما إلى ذلك وأعتقد أن الطرفين سيجلسان حتى بالحديث للعلاقات التركية الأوروبية وليس فقط التركية اليونانية أستاذ مصطفى في مجمل هذه المسارات هل تتوقع بأن كما سألت الدكتور عارف بأن السنوات القادمة ستكون سنوات هادئة وممكن انفتاح على سياغة جديدة لعلاقات تركيين وليلين نحن سابقا تحدثنا عن عدم وكول حرب بين الطرفين ومتفاعلون حقيقة لمستقبل العلاقات وعلى اليونان أحسن لها أن تكون جسرا بدلا أن تكون جدارا بين تركيا ودول التعادل الأوروبي جميلة هذه الصورة جسرا أفضل من جدا في هذه الأجواء المتفائلة أشكر الدكتور عرف عبيد دكتور علوم السياسية في جامعة البنديو بأثناء كذلك أشكر الأساد مصطفى أجزان المحلل السياسي والدكتور سعيد حاجة الباحث المتخصص في الشأن التركي كما أشكر زملاء في العداد والتنفيذ ولكم مشاهدين كرام الحسن المتابعة حتى نلتقيكم في أمان الله المترجم للقناة